السلام عليكم مصر القديمة والآن نحن بصدد الحديث عن الحضارة الإغريقية ويجدو التنويه إلى أن هذه الدروس في التاريخ على بساطتها فهي طبعا موجهة للتلاميذ السنة الأولى إحدادي لكنها تظل لها قيمة تقافية رفيعة بالنسبة للعموم يعني لعموم الناس يعني يعني المعلومات التاريخية الواردة في هذا المقرر هي لبناء أساسية لتكوين شخصية متقفة يعني بشكل جيد فهذه المعلومات هي أساسية لبناء التقافة لكل فرض من الأفراد إذن نرجع للدرس الحضارة الإغريقية أهداف التعلم تعرف بعض الجوانب من تاريخ الحضارة الإغريقية الاشتغال على وطائق وشهادات تهم تاريخ الحضارة الإغريقية خرائط خط زمن صور خططات نصوص تعرف بعض مكونات شبكة الحضارات التنظيم السياسي النظام الديمقراطي في آتينة والأرستقراطي في إسبرتا الترات الفني الألعاب الأولمبية ثم تقديم مساهمة الحضارة الإغريقية في إغناق الحضارات الحضارة الإنسانية إذن كتمهيد يمكن القول أنه كلما رفع المشعل الأولمبي كلما رفع المشعل الأولمبي عند انطلاق الألعاب الأولمبية تذكر العالم حضارة بلاد الإغريق القديمة فأين نشأت هذه الحضارة وكيف تطورت عبر الزمن وأين تتجلى في الميدانين السياسي والفني إذن كل هذه العزيلة سنجيب عنها خلال هذا العرض النشاط الأول تعرف موطن الحضارة الإغريقية ومراحل تطورها ألاحظ الخريطتين لأتعرف موطن الحضارة الإغريقية إذن في الوثيقة الأولى واضح بلاد الإغريق يعني البلاد الموقعها بالدائرة الحمراء هي بلاد الإغريق وهي تقع بين إيطاليا وآسيا الصغرى والبحث الأبيض المتوسط إذن هي ما يمكن تسميته اليوم باليونان دولة اليونان المعاصرة يعني وأيضا أجزاء من تركيا المعاصرة أجزاء من تركيا المعاصرة يجب قول هذا أيضا إذن ليست اليونان فقط وإنما اليونان وأجزاء من تركيا المعاصرة وأجزاء من مقدونيا المعاصرة إذن هذه هي بلاد الإغريق المدن الإغريقية القديمة نلاحظه في الوثيقة رقم جوج خريطة بلاد الإغريق إذن كما هو ملاحظ هناك أتنا وهي عاصمة دولة ليونان المعاصرة وهناك طيبة وهذه المدينة طيبة نتذكر مدينة طيبة المصرية القديمة في الدولة المصرية القديمة كانت هناك أيضا مدينة تسمى بنفس الاسم طيبة ثم إسبارطة ثم تسالية هناك مجموعة من المدن في اليونان المعاصرة هي مدن تاريخية كانت في بلاد الإغريق لا نقول دولة وإنما بلاد الإغريق لأن في بلاد الإغريق كانت هناك دول مدن أتنا كانت دولة مدينة إسبارطة كانت دولة مدينة أولمب كانت دولة مدينة إلى آخره أيضا في التركيا المعاصرة كانت هناك مجموعة من المدن التي كانت تتبع لبلاد الإغريق هناك تروادة وحرب تروادة المشهورة التي تقع في جزيرة كريت هناك مجموعة من المدن يعني بلاد الإغريق يعني كما قلنا فهي كانت ما بين اليونان المعاصرة وتركيا المعاصرة وكان بحر إيجا البحر الأيوني بحر إيجا يعني بحرا داخليا إذا شئنا القول كان بحرا داخليا بالنسبة لبلاد الإغريق إذا انتلاقا من الخريطة أحد أحدد موقع بلاد الإغريق بالنسبة لحوض البحر الأبيل المتوسط لقد قمنا بتحديده انتلاقا من الخريطة رقم جوج أصيب المجال الطبيعي لبلاد الإغريق وأستخلص أهمية البحر بالنسبة لها إذا المجال الطبيعي بالنسبة لبلاد الإغريق هي البلاد الإغريق كانت بلدا يعني هي على شكل أساسا على شكل جزر وأشباه جزر جزر وأشباه جزر يعني وأغلب المدن هي تقع على السواحل وبالتالي فيمكن القول بأن يعني البلاد الإغريق كانت بلادا ساحلية بلادا شاطئية يمكن القول وبالتالي فالبحر كان مهم بالنسبة لهم فحضور البحر في حياتهم حضور يومي يعني حضور مهم وأساسي المصطلحات الإغريق وهي اليونان وهي تسمية أطلقت على الشعوب التي كانت تتكلم اللغة الإغريقية وقد أطلقها عليهم الرومان أما هم فقد كانوا يسمون أنفسهم الآخيين ثم الهلينيين إذن فالذي كان يجمع بلاد الإغريق هي اللغة الإغريقية فكانوا من ناحية سياسية مشتتين ولكن الذي كان يجمعهم هو اللغة وكانوا يسمون أنفسهم الآخيين ثم الهلينيين إذن ألاحظ خط الزمن نرجع لخط الزمن وهذا خط الزمن هذا يدلنا على أشياء كثيرة في الدرسين السابقين كنا نتحدث عن ما قبل الميلاد اليوم مع الحضارة الإغريقية بدأنا نقترب إلى الميلاد ودخلنا إلى الميلاد حيث بدأ العصر الأرخي حكم الطغاة في آتنا بدأ في 550 قبل الميلاد قريب نوعا ما من الميلاد حكم الطغاة في آتنا عصر الهيمنة الإسبرطية إصلاحات كليستين إذن إصلاحات كليستين كانت سنة 508 كانت سنة 508 قبل الميلاد ثم حكومة بيركليس حكومة بيركليس يعني بدأت سنة 450 قبل الميلاد إلى حدود سنة 440 قبل الميلاد ثم هذا العصر الكلاسيكي الذي انتهى تقريبا سنة 330 قبل الميلاد ثم العصر الهيليستيني الذي بدأ تقريبا سنة 330 قبل الميلاد أستخرج وأسمي العصور التي مر منها تاريخ الإغريق القديم إذن العصور العصر الأرخي العصر الكلاسيكي ثم العصر الهيليستين ثلاثة عصور أساسية أحسب المدة الزمنية التي يغطيها العصر الكلاسيكي بإمكانكم حسابتها أستخرج الحديد الحدث الذي يفصل بين العصر الأرخي والعصر الكلاسيكي إذن الحدث الذي يفصل بينهما وهو إصلاحات كلاستين سنة 580 قبل الميلاد أدعم تعلماتي شهدت بلاد الإغريق خلال العصر الكلاسيكي ازدهارا حضاريا كبيرا أطلق عليه المعجزة الإغريقية وهو تعبير عن انصهار ثقافات مختلفة لعبت فيها أتنا دورة الريادة ثلاثة شهدت الإغريق خاصة خلال العصر الكلاسيكي ازدهارا حضاريا كبيرا ثلاثة ندخل إلى النشاط الثالث اكتشف مقاومات النظام السياسي في إسبارتا أقرأ النص لأتعرف مميزات التربية الإسبارتية إذا الوثيقة واحد فإذا ولد إسبارتي فإنه ينتظم في معسكر وكان الصبية يدرسون الكتابة والقراءة والحسابة والأغانية الحماسية التي تتير الشجاعة ويتدربون على الحركات العسكرية والألعاب الرياضية وأهمها المصارعة وينمو الصبية ويزداد التدرب بلو طارك حياة لكارغوس مؤرخ يوناني عاش ما بين مئة وسبعة وعشرين وستة واربعين قبل الميلاد أورده بودي هشت صفحة أربعة وستين إذن أوطن على الخارطة الوثيقة واحد نشاط واحد مدينة إسبارتا إذن كما قلنا مدينة إسبارتا يعني واضحة في الصورة هي في مدينة إسبارتا في الجزيرة فهي في دولة اليونان الحديثة إسبارتا واضحة تماما يعني كانت مدينة داخلية على عكس المدن السحلية في بلاد الإغريق مدينة إسبارتا كانت مدينة داخلية مدينة جبلية يمكن القول أنها بعيدة من السهول نعم استخرج نوع التربية التي اهتمت بها إسبارتا وفاستر ذلك إذن التربية التي اهتمت بها إسبارتا هي تربية عسكرية بالأساس حيث إن الولد إسبارتا في المعسكرات على ماذا كانوا يتدربون كانوا يتدربون على الحركات العسكرية والألعاب الرياضية أهمها المصارعة وكانت الأغاني الحماسية تتير الشجاع يعني الأغاني عسكرية وبالتالي فإن كانت اهتمام إسبارتيين كان اهتماما عسكريا بالأساس أدعم تعلمات إن القوة العسكرية وضرورة الإبقاء على الدولة والرغبة في التقدم والتوسع جعل إسبارتا أعدام دولة مدنية في شبه جزيرة البلوبونيز جنوب اليونان إذن جنوب اليونان يتسمى شبه جزيرة البوليبونيز دلنا ننتقل إلى الوثيقة رقم جوج جدول يبين كيفية تقسيم سكان لاكونيا حسب الدستور الإسبارتي إذن الطبقة الاجتماعية هناك طبقة المتساوون في الطبقة الأولى هم مواطنون إسبارتيون غزات من أبوين إسبارتيين يعني المواطنون المتساوون هم غزات من أبوين إسبارتيون وضعيتهم يستحوذون على تسعة آلاف قطعة أرض متساوية يعملون في الجيش ثم هناك طبقة الثانية وهي طبقة البرك السكان أصليون أحرار هم سكان أصليون الأحرار لهم حقوق مدنية الملكية والزواج ليس لهم حقوق سياسية لا يشاركون في تسيير شؤون المدينة لماذا؟ لأنهم ليسوا غزاتا وليسوا لا يعملون في الجيش ثم الطبقة الثالثة وهي طبقة الهيلوت الهيلوت هم سكان أصليون في مرتبة العبيد يرتبطون بأسيادهم الإسبارتيين مرتبطون بالأرض لا حق لأسيادهم في بيعهم أو تحريرهم أو طردهم يدفعون لأسيادهم قسطا من المحاصيل الزراعية إذن هم كانوا في مرتبة لم يكونوا عبيدا ولكن كانوا في مرتبة العبيد كانوا أقنانا كما يمكن أن يقال كانوا أقنانا حيث أنهم كانوا تحت سيطرة الأسياد بشكل كامل ويدفعون لهم قسطا من المحاصيل الزراعية إذن أعداد الطبقات الشمعية في إسبارتا هناك ثلاثة طبقات طبقات المتساون والبيريك والهيليوت استخرج الامتيازات التي كانت تحظى بها بعض الطبقات يعني واضح الامتيازات في الجدول استخلص طبيعة المجتمع الإسبارتي يعني واضح تماما أن المجتمع الإسبارتي كان مجتمعا طبقيا بامتياز ألاحظ الخطاط الهرمية لإكتشف نظام الحكم في إسبارتا إذن نظام الحكم في إسبارتا في قاعدة الهرم عندما نقول قاعدة الهرم يعني أسفل الهرم المواطنون الإسبارتيون الذين تزيدوا أعمارهم عن 30 سنة إبداءوا الآراء انتخابوا الحكام التصويت برفع الأصوات الأفوريون منتخبون خمسة أفوريون منتخبون مدة سنة مراقبة الملكين والحكم وعموم المواطنين 28 القدماء 60 سنة مدى الحياة 28 القدماء عددهم 28 على ما يبدو مدى الحياة وضع القوانين إقرار الحرب والسلم ثم في أعلى الهرم ملكان بالتنوب رئاسة الاحتفالات الدينية وقيادة الجيش إذن أسمي الفئات المشاركة في حكم إسبارتا يعني الفئات هي المواطنون الإسبارتيون ثم الآفوريون ثم القدماء ثم الملكان إذن هذه المشاركة في حكم إسبارتا أستنتج دور الشعب في تسيير الشؤون العامة إذن الشعب كان له دور مهم حيث أنه ينتخب الحكام يعني بالتصويت وذلك عن طريق رفع الأصوات استخرج طريقة التصويت المعتمدة في هذا النظام وأبدي رأيي فيها يعني يسويتون برفع الأصوات استخلصوا نوع الحكم الذي كان سائدا في إسبارتا إذن يمكن القول بأن وضع الحكم الذي كان سائدا في إسبارتا أنه كان حكما يعني ديمقراطيا مختلطا بحيث أنه المواطنون الإسبارتيون لهم الحق في انتخاب حكامهم وهناك ملكان بالتناوب إذن كان حكما ديمقراطيا أدعم تعلماتي إن بقاء الحقوق السياسية بيد بعض الفئات من المواطنين وغياب المشاركة الحقيقية في تسيير شؤون المدينة بالنسبة للأغلبية البريك والهيلورجالب النظام الإسبارتي يوصفوا بالنظام الأرستقراطي إذن نوع الحكم الذي كان سائدا في إسبارتا هو حكم أرستقراطي حكم أرستقراطي وليس ديمقراطي مصطلحات لا كولونيا منطقة توجد جنوب شرق بلاد الإغريق كانت عاصمتها هي مدينة إسبارتا ننتقل الآن إلى النشاط الثالث أتعرف خصائص النظام السياسي والمواطنة في آتينة إذن هنا ننتقل إلى مدينة أخرى غير إسبارتا وهي آتينة ألاحظ الصور لأتعرف الطبقات الاجتماعية في آتينة إذن الوثيقة واحد مواطنون آتينيون الوثيقة جوج الميتيك أجانب حرفيون ثم الوثيقة ثلاثة العبيد إذن كما نلاحظ أوطن على الخارطة نشاط واحد مدينة أتينة أسمي الطبقات الاجتماعية في أتينة إذن نرجع إلى الخارطة رقم واحد نرجع إليها إذن آتينة كما نلاحظ مدينة ساحلية تقع بالقرب من سهل تقع بالقرب من سهل ها هي مدينة أتينة وها هي مدينة إسبارتا إذن أسمي الطبقات الاجتماعية في أتينة كما قلنا مواطنون آتينيون الميتيك وهم أجانب حرفيون ثم العبيد أدعم تعلماتي لم تكن الطبقات الاجتماعية في أتينة متساوية من حيث الحقوق المدنية والسياسية التي كانت مقتصرة على الرجال الأحرار من المواطنين إذن كانت الطبقة السياسية مقتصرة فقط على الرجال الأحرار من المواطنين تالي كان مجتمعا طبقيا أيضا مثله مثل إسبارتا ألاحظ الصورة وأقرأ النص حول النظام السياسي في أتينة الوثيقة أربعة تمثل صورة لتمثال بيركليس الوثيقة خمسة نص تاريخ بيركليس يمجد الديمقراطية إن دستورنا مثال يحتدى ذلك أن إرادة دولتنا توجد في خدمة الجمهور وليس في الصالح الأقلية كما هو الحال لدى جيراننا عندما يقول جيراننا فهو يدق على إسبارتا لقد اختار نظامنا الديمقراطية فبخصوص الخلافات التي تنشأ بين الأفراد فإن العدالة مضمونة بالنسبة للجميع ويضمنها القانون وفيما يخص المساهمة في تسيير الشأن العام فلكل مواطن الاعتبار الذي يناله حسب الاستحقاق وللانتماء الطبقي أهمية أقل من قيمته الشخصية ولا يمكن أن يضايق أحد بسبب فقره أو غموض وضعيته الاجتماعية إذن كان هذا ورد هذا في تاريخ حرب البولينيزي تويسيد يد الجزء الثاني صفحة 37 أورده روبر فرانك التاريخ سلسلة بولان باريس صفحة 11 إذن أسمى النظام السياسي الذي ساد أثناء في أهد بيركليس استخلص المبادئ التي يرتكز عليها هذا النظام استخرج العبارات التي تدل على أن قيمة المواطنة تتبط بوضعيتها الاجتماعية أذكر الدولة التي لمح لها بيركليس بلجيران وأفسر ذلك إذن الدولة التي لمح لها بيركليس بلجيران هي إسبارتا استخرج العبارات التي تدل على أن قيمة المواطنة تتبط بوضعيته الجامعة يعني في الأخير يقول فلكل مواطن الاعتبار الذي ينره حسب الاستحقاق والانتماء والانتماء للطبق أهمية أقل من قيمته الشخصية ولا يمكن أن يضايق أحدهم سبب فقره أو غموض وضعيته الاجتماعية هذه هي الجملة التي تدل على ذلك استخرج المبادئ الذي ترتكز أسمي نظام سياسي نظام سياسي كما يدعي هو نظام الديمقراطي لقد اختار نظامنا الديمقراطية وبتلفة هو نظام الديمقراطي استخرج المبادئ التي ترتكز عليها يعني لقد ذكر المبادئ يعني العدالة ضمان القانون المساهمة في تسير الشأن العام إذن هذه هي المبادئ إذن أدعم تعلماتي أصبحت المواطنة في آتنا منذ إصلاحات كليستين قائمة على مبدأ المساواة السياسية بين جميع المواطنين وفق المشاركة في تسير الشأن العام وقد أتاح بيركليس لكثير من المواطنين فرص المشاركة في الحياة السياسية بمنحهم راتبا مقابل الخدمات الاجتماعية التي يقدمونها لصالح المدينة آتنا إذن بالنسبة لأسماء الأعلام ذكرنا كثيرا بيركليس عاش ما بين 495 و429 قبل الميلاد وهو أشهر زعيم سياسي في آتنا أتاح لكثير من المواطنين فرص المشاركة في الحياة السياسية بمنحهم أجرا مقابل خدماتهم العمومية وهناك أيضا توسيديد مؤرخ إغريقي من مدينة آتنا عاش ما بين 465 قبل الميلاد و395 قبل الميلاد كان حاكما عسكريا وشارك في حرب البولينيس بين إسبارطا وآتنا كتب وكتب تاريخها إذن هذا كتب تاريخ حرب البولينيس وهو مرجع أساسي في تاريخ بلاد الإغريق ككل إذن نستمر أقرأ الخريطة لأتعرف المؤسسات التي كانت تسير الشأن العام في آتنا الوطيقة 6 خطاطة للمجالس الآتينية إذن المجالس الآتينية كان لدينا عشرة حكام الإسراء يقودون الجيش وهؤلاء كانوا ينتخبون من طرف تصويت الإكليزة وهي مجالس المواطنين على القوانين وتقر السلمة والحرب وهؤلاء يساهمون أربع مرات في الشهر في أشغال مجلس الإكليزة المواطنون المنحدرون من أم وأب أثينيين حوالي 40 ألف مواطن ومن خلال هذه تصويت الإكليزة هناك مجلس البولي يحضر القوانين عن طريق إجراء القرعة ثم المحكمة الهيلي تسهره على العدالة من خلال إجراء القرعة أيضا إذن المواطنون المنحدرون من أب وهم الذين لديهم حق التصويت ثم هناك غير المواطنين غير المواطنين مثل الميتك وهم أجانب أحرار ليس لهم حقوق سياسية فهم أجانب يعني ليسوا مواطنين آتينيين هم أجانب عن آتينة ثم زوجات وأطفال الأحرار ولكن ليست لهم حقوق سياسية إذن الزوجات والأطفال يعني النساء بشكل عام والأطفال ليست لهم حقوق ثم العبيد العبيد ليسوا أحرارا ليس لهم أي حق العبيد لأنهم يعتبرون سلعة فليس لهم أي حق أذكر المجالس التي كانت تسرف على تسيير شأن العام في آتينة إذن المجالس التي كانت تسرف على تسيير شأن العام وهو الإكليزة الإكليزة ومحكمة الهيلي ومجلس البولي والإستراتيخيون ثانيا استخلص دور كل مجلس من مجلس آتينية إذن محكمة الهيلي تصار على الأدالة مجلس البولي يحضر القوانين ثم حكام الإستراتيخيون يقودون الجيش السؤال الآخر وهو أسمي الفئات التي كانت مستبعدة من المشاركة في الحياة السياسية إذن الفئات هم غير المواطنين هم الميتك هم أجانب أحرار ليست لهم حق سياسية والنساء والأطفال طبعا نساء والأطفال ثم العبيد العبيد الذين هم ليسوا أحرارا أحد الفئات التي كانت تستفيد من الديمقراطية وعلي الجواب إذن الفئات التي كانت تستفيد من الديمقراطية هم المواطنون الأحرار المنحدرون من أب وأم آتينيين وهم حوالي 40 ألف مواطن إذن هؤلاء هم الذين كانوا يستفيدون من الديمقراطية لأنهم كانوا يصوتون النشاط الرابع أتعرف الألعاب الأولمبية والهدف من تنظيمها أقرأ النصين وألاحد الصورتين لأتعرف الألعاب الأولمبية الوثيقة رقم واحد نص تاريخي تنظيم الألعاب الأولمبية يعتبر البطل الأسطوري هرقل أول من جمع الإغريق للاحتفال بهذا العيد الألعاب الأولمبية لقد ظلت المدن اليونانية إلى حدود هذا التاريخ متنافرة فيما بينها استطاع هرقل تخليد عيد اعتبر بمثابة مبارة لإبراز القوة وتحكيم العقل في أولمبية أجمل مكان في بلاد الإغريق واعتقد بأن هذا التقارب كثير بأن يخلق بين الشعوب اليونان مودة وأخوة ليزياس خطاب أولمبي ترجمت بودي أورده بولان وأخرون في تاريخ جغرافية سلسلة حشت باريس صدر سنة 1986 الصفحة 78 إذن كان هذا خطاب أولمبي في أولمب إذن كانت هذه الوثيقة الأولى ننتقع الوثيقة الثانية الوثيقة الثانية وهو نص تاريخي يومية الألعاب الأولمبية إبانا في أصل الصيف كانت الألعاب الأولمبية تجري خمسة أيام يخصص اليوم الأول لتنظيم التظاهرات الدينية طواف صلوات تقديم القرابين أما الألعاب الرياضية الفعلية فلن يشرع فيها إلا في اليوم الثاني تبدأ بصباق العربات الذي يجري في الحلبة وفي صبيحة اليوم الثالث ينظم طواف كبير تقدم القرابين للآلهة 100 بقرة وتتبع بحفل غذاء ويخصص اليومان الآخران لإجراء مباريات مختلفة وخاصة المعروفة بالعنف مثل الملاكمة والمصارعة وتختم الألعاب بإجراء مصابقة 400 متر يشارك فيها بعض الجنود المقاتلين حاملين أسلحتهم إذن ورد هذا في كتاب التاريخ لموزي الرقم 24 صدر سنة 1980 أورده كريستيان بوفي في المرجع السابق صفحة 64 إذن الوثيقة الثالثة صورتان لبعض أنواع الألعاب الأولمبية كما نرى هنا رمي القرص في هذه الوثيقة الوثيقة الأخرى يعني ركوب الخيل استخرجوا سبب تسمية هذه الألعاب الأولمبية والهدف من تنظيمها إذن سبب تسميتها بالأولمبية نظر أنها كانت تقام في منطقة أولمب كانت تقام في منطقة أولمب التي ضلت المدن اليونانية إلى حدود هذا التاريخ متنفرة من بينها استطاع هرقل تخليد عيد اعتبره بمثابة مباراة لإبراز القوة وتحكيم العقل في أولمبيا أجمل مكان في بلاد الإغريق إذن الهدف من تنظيمها في أجمل بلاد فيما كان الإغريق وأولمب يعني الهدف هو تحكيم العقل وإبراز القوة إذن أذكر بعض الأنواع الرياضية في هذه الألعاب وأبين الطابع الذي كان يغلب عنها إذن كما في الصور نرى رمي القرص ثم الفروسية أيضا هنا واضح مجموعة من الرياضات في النص الثاني مباراة مختلفة الملاكمة المصارعة ثم مصابقة 400 متر وتبدأ بصباق العربات الذي يجري في الحلبة إذن هذه هي بعض أنواع الرياضية في هذه الألعاب وأبين الطابع الذي كان يغلب عليها كان يغلب عليها طابع العنف وطابع التحدي والتباري أقارن الألعاب الأولمبية بين الأمس واليوم وأستخلص الفرق بينها يعني هناك فرق كبير فقد كانت الألعاب الأولمبية تزرى في منطقة أولمب حصرا فقط اليوم الألعاب الأولمبية هي تزرى كل أربع سنوات تحتضنها مدينة من مدن العالم آخرها كانت في توكيو تقويم التعلم شكلت جغرافية بلاد الأغريق عنصر تجزئة لشعوب المنطقة وشكلت الألعاب الأولمبية أحد رموز وحدتها أناقش هذا الموضوع مع زملائي باستعانة بما درسته حول حضرة الإغريق أقارن بين نظامي الحكم في إسبارطاء وآتينة إذن هذه الأعمال على التلميذ أن يقوم بها بنفسه مع زملائه ويشكل هذا العرض فرصة من أجل استحضار هذه التقويمات التعلمية إذن هنا انتهى العرض بخصوص بلاد الإغريق وفي العرض القادم سوف يكون عبارة عن أنشطة وتمارين لاستثمار وتقويم التعلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر